ووجه اللواعي دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمخاطبة المنظمات الدولية للإسراع باستكمال نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن وفتح حساباتها المصرفية لدى البنوك المعتمدة في العاصمة عدن جاء ذلك في لقائه بمكتبه بالعاصمة عدن وزير التخطيط والتعاون الدولي دكتور واعد باذيب وشدد زبيدي على ضرورة أن تتابع الوزارة مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة لدى بلادنا والتي لا زالت تمارس مهامها من مناطق سيطرة الميليشي الحوثية إجراءة نقل مقراتها إلى العاصمة عدن وأعرب اللواء زبيدي عن تقديره للمنظمات الدولية التي سارعت بنقل مقراتها الرسمية إلى العاصمة عدن خلال الشهرين الماضيين مؤكدا استعداد السلطات الشرعية تقديم كل سبل الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية والوكالات الإنسانية والإغاثية العاملة في بلادنا